السكن التساهمي تطرح عديد المشاكل بولاية تيارت حال سكان حية 28 و40 سكن تساهمي ببلدية مدروسة أين لا تزال هذه السكنات تنعم بها الكهرباء كذلك نفس الشيء بالنسبة للتهيئة ديار بن داوت يبدو أن حلقات مسلسل عيوب السكن التساهمي بتيارت لن تعرف النهاية بعد أن ظلت تابعاته ترهق كاهل السكان كالذي تعيشه بعض الأحياء ببلدية مدروسة منها حي 28 و40 سكن أين لا زال السكان ولقرابة الست سنوات بدون كهرباء ويعتمدون على الربط العشوائي الذي يهدد حياتهم من 2013 ما عندناش كهرباء داخل المساكن جايبيني الخيطاني على الجوارين بطريقة عشوائية عن كابوتية ونحن أولادنا في خاطر خاصة في فصل الشيطاء تهيئة حالة كارثية خاصة في فصل الشيطاء والكهرباء الغاز المدينة نحن يليل لساهمنا خلصنا التكاليف لغاز المدينة فطول مدة هذه الأزمة أدى بالسكان إلى القيام ببناء مكان مخصص للمحول الكهرباء بمالهم الخاص رغم أنه خارج عن مسؤوليتهم الخزنة هذه التروسفورماتير بنينها من طلعه منه قرنا 15 ألف دينار للواحد باش بنينها تحت حوالي 60 حتى 63 مليون سنتين نناشد السلطات المدينية باش تشوفنا حل في هذا 3 سنتي احنا رأنا في السكن التساهمية فرغم عشرات الشكاوي إلى البلدية والدائرة والبند الصريح بعقد السكن للتكفل بإيصال الماء الكهرباء والغاز إلا أن ذلك كله ضرب عرض الحائط وترك دار لقمان على حالها في معاناة تستمر لسنوات